حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني يحيى بن سليمين عن عبد الله بن عثمان بن خثيمين عن سعيدي بن أبي راشد قال لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص وكان جرا لي شيخا كبيرا قد بلغ الفنداء أو قرب فقلت ألا تخبرني عن رسالة هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فقال بل قدم الرسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فبعث دحية الكلبية إلى هرقل فلما أن جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قص السلسي الروم وبطارقتها ثم أغلق عليه وعليهم بابا فقال قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم وقد أرسل إلي يدعوني إلى ثلاث خصال يدعوني إلى أن أتبعه على دينه أو على أن نعطيه مالنا على أرضنا والأرض أرضنا أو نلقي إليه الحرب والله لقد عرفتم فيما تقرؤون من الكتب ليأخذنما تحت قدمي فهلما نتبعه على دينه أو نعطيه مالنا على أرضنا فانخر نخرط رجل واحد حتى خرجوا من ورانسهم وقالوا تدعون إلى أن ندعى نصرانية أو نكون عبيدا لأعرابي جاء من الحجاز لما ظن أنهم إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم رفعهم ولم يكد وقال إنما قلت ذلك لاكم لأعلم صلابتكم على أمركم ثم دعا رجلا من عربي تجيب كان على نصارى العرب فقال ادعوا لرجلا حافظا للحديث عربي اللسان أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه فجاء بي فدفع إليه رقل كتابا فقال اذهب بكتابي إلى هذا الرجل فما ضيعته ضيعته من حديثه فاحفظ لي منه ثلاث خصال أنظر هل يذكر صحيفته التي كتب إلي بشيء وانظر إذا قرأ كتابي فهل يذكر الليل وانظر في ظهره هل به شيء يريبك فانطلقت بكتابه حتى جئت تابوك فإذا هو جالس بين ظهرني أصحابه محتبيا على الماء فقلت أين صاحبكم قيلها هو ذا فأقبلت أمشي حتى جلست بين يديه فناوته كتابي فوضعه في حجره ثم قال ممن أنت فقلت أنا أحد تنوخ قال هلاك في الإسلام الحنيفية من التي أبيك إبراهيم قلت إني رسول قومين وعلى دين قومين لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم فضحك وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين بالمهتدين يا أخا تنوخ إني كاتبت بكتاب إلى كسر فمزقه والله ممزق هو ممزق ملكه وكاتبت إلى النجاشي بصحيفة فخرقها والله مخرق هو مخرق ملكه وكاتبت إلى صاحبك بصحيفة فأمسكها فلن يزال الناس يجدون منه بأسا ما دام في العيش خير قلت هذه أحدى الثلاثة التي أوصاني بها صاحبي وأخذت سهما من جعبتي فكاتبتها في جد سيف ثم أنه ناولت صحيفة رجلا عن يساره قلت من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم قالوا معاوية فإذا في كتاب صاحبي تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فأين النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار قال فأخذت سهما من جعبتي فكاتبته في جد سيف فلما أنفرغ من قراءة كتابي قال إن لك حقا وإنك رسول فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها إن سفر مرملون قال فنداه رجل من طائفة الناس قال أنا أجوزه ففتح رحله فإذا هو يأتي بحلة سفورية فوضعها في حجري قلت من صاحب الجائزة قيل لي عثمان ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم ينزل هذا الرجل فقال فتن من الأنصار أنا فقام الأنصاري وقمت معه حتى إذا خرجت من طائفة المجلس ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى يا أخا تنوخ فأقبلت أهوي إليه حتى كنت قائما في مجلس الذي كنت بين يديه فحلى حبوته عن ظهره وقال ها هنا أمضي لما أمرت له فجلت في ظهره فإذا أنا بخاتمين في موضع غدون الكتيف مثل الحجمة الضخمة ترجمة نانسي قنقر